على رغم من تلزيم معمل الفرز في قضاء النبطي لأن الأزمة لا تزال قائمة في بلدات القضاء وبعض عرض جديد تحقيقات عن انتشار المكبات العشوائية وإخفاق الاتحاد في حل الأزمة خرج رئيس الاتحاد في مؤتمر صحفي معلنا عجز الاتحاد عن توفير مطمر للعوادم لكن يبقى عمر مهما يتجاوز إمكانيات الاتحاد وهو تأمين مطمر للعوادم اللافت في مؤتمر الاتحاد الصحفي عدم حضور رؤساء البلديات المحسوبة على حركة أمل ما يطرح تساؤلات عن موقفهم من أداء رئيس الاتحاد أما الجديد في الموضوع فأن الشركة التي تلتزم التشغيل أبلغت الاتحاد أنها بصدد وقف العمل بسبب تراكم النفايات لعدم تأمين مطمر والأنظار تتجه نحو مكب الكفور لرمي العوادم فيه بانتظار تحويله إلى مطمر صحي بمنحة من الاتحاد الأوروبي الأرض اللي هي مكب وهلي عم تستعمل من عشرات سنين كمكب وتقريبا كل جنوب عم بيزيد بهذا المكب هو العقار رقم 1117 بالكفور اللي حد المعمل وهلي هو بده يبطل مكب وبده يصير مطمر صحي بعد كل مكابلة رئيس الاتحاد عدت الأزمة إلى نقطة السفر في انتظار كرار وزيري المالية والبيئة لفتح مكب الكفور الذي يقع على عقار تابع لخزينة الدولة هذا عدى موافقة أهل الكفور مع بداية ظهور الأزمة خرج رئيس الاتحاد محمد جابر بمقابلة على محطة الأنبيان ليكذب تقارير الجديد المية بتكذب الغطار فهيدا هوني رد الصورة ولاي تكتخدها المعمل يعمل المعمل مش متوقفة العمل ويعمل بطاقة تساعدية المعمل لا يعمل والأزمة عادت إلى منطقة النبطية وضواحيها وهي النفايات المتراكمة في الشوارع تكذب ادعاءات رئيس الاتحاد